موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدنا الكرامينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله أصعد الله وأوقاتكم بكل خير من قناة الشروق نحييكم ونقدم عرض المساء الإخباري نستهله بأبرز العناوين السودان ومصر يتفقان على تعزيز التعاون الثنائي في عدة مجالات باب الفاتكان يدعو لعدم الانزلاق إلى صراع مسلح بسبب الخلاف حول سد النهضة الإثيوبي وفد الحكومة السودانية لمفاوضات جوبا يتسلم مقترح الحركة الشعبية حول دمج القوات موسيقى موسيقى مرحبا بكم وفي التفاصيل اتفق السودان ومصر في ختام المباحثات التي جرت اليوم بالخرطوم بين رئيسي الوزراء السودان عبدالله حمدوك والمصري مصطفى مدبولي على دعم وتعزيز التعاون في المجالات المختلفة في البحث العلمي والتقني والابتكار بين البلدين بجانب الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك كما تم الاتفاق على التبادل المنح الدراسي على مستوى البكلاريوس والدراسات العليا بحيث يقدم السودان مائة منحة دراسية في جامعاته كما تقدم مصر مائتي منحة في جامعة الأزهر والبدأ في برامج للتأهيل الفني وتعليم التقني بين البلدين في مجالات التأهيل الكوادري واتفق الجانبان أيضا على تدشين برامج تدريبية متخصصة للتأهيل المهني والفني للجانب السوداني بتمويل من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بالإضافة لتجديد مذكرة التفاهم الموقعة بين الأمان العامة لمجلس الوزراء السوداني والأمان العامة لمجلس الوزراء المصري في مجال التنمية البشرية والتطوير الإداري ناقش الوفد المصري الزائر للبلاد بقيادة مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني خلال المباحثات اليوم بالخرطوم قضية مشروع السد النهضة الإيثوبي وتم التأكيد من الجانبين على ضرورة التفاوض للتوصل للاتفاق ملزم حول ملء وتشغيل السد بما يحفظ حقوق البلدين أو البلدان الثلاث استنادا لاتفاق إعلان المبادئ بالخرطوم لعام 2015 ومبدأ لاستخدام العادل والمصف للمياه وعدم إحداث ضرر ذي شأن ومبادئ القانون الدولي ذات الصلاة وشدد الطرفان على أهمية الاتفاق على آلية فاعلة وملزمة لتسوية النزاعات وآلية للتنسيق بين الدول الثلاثة بما يضمن سلامة تشغيل جميع المنشآت والمشاريع المائية التي تتأثر بالسد هذا وقد استقبل النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقل وعصر اليوم مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري بحضور الوزراء من الجانبين السوداني والمصري وبحث اللقاء وفاق وتعزيز التعاون بين البلدين وكان رئيس مجلس الوزراء المصري الذي وصل البلاد صباح اليوم مرافقه وفد وزاري رفيع المستوى قد عقد جلسة مباحثات مشتركة مع نظيره السوداني تطرقت لآفاق التعاون المشترك بين البلدين وأكد الجانبان حرصهم على تعزيز العلاقات والوصول بها إلى آفاق أوسع وكان الرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد وصل صباح اليوم إلى الخرطوم لبحث العلاقات بين البلدين وتعزيز التعاون في المجالات المختلفة ورافقه كل من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر المراقب ووزير الموارد المائية ووزير الصحة والسكان ووزيرة التجارة والصناعة ومساعد أود رئيس مجلس الوزراء وأمين عام مجلس الوزراء والمستشار الإعلامي رئيس مجلس الوزراء والمتحدث الرسمي لمجلس الوزراء ومستشار الوزير النقل النهري ومساعد وزير النقل شؤون السكة حديد ورئيس قطاع مياه النيل ووزارة الموارد المائية والري بجانب رئيس الهيئة العامة للصادرات والواردات ورئيس هيئة الإسعاف ووزارة الصحة والسكان وممثل بكتب وزير الصحة والسكان حث البابا فرانسيس السودان ومصر وإثيوبيا على عدم الانزلاق إلى أصراع مسلح بسبب الخلاف الدائر حول سد النهضة الذي تقيمه إثيوبيا على نهر النيل وأصبح السد الجاري بناهو على بود حوالي 15 مترا من حدود إثيوبيا مع السودان مصدرا رئيسا للخلاف بين الدول الثلاث ودعا البابا الذي كان يتحدث بمناسبة عيد انتقال سيد العزراج جميع الأطراف المعنية لمواصلة طريق الحوار حتى يظل النهر الخالد مصدرا للحياة وعنصرا للوحدة وليسا للتفرق وباعثا للصداقة والرخا سلمت وساطة دولة جنوب السودان الوفد الحكومي المفاوض مقترح الحركة الشعبية لتحريد السودان الشمال حول قضية دمج القوات وعقدت أحدث جلسة المفاوضات بين وفد الحكومة السودانية برئاسة الفريق خالد عبدين ووفد الحركة الشعبية الجبهة الثورية بقيادة مالك عقار حول ملف الترذيبات الأمنية للمنطقتين وقال عضو فريق الوساطة الجنوبية ضيوب توكين الأطراف عقدت جولة مفاوضات حول قضية دمج القوات دون وجود للوساطة وعرب عن أمله فأي توصل الطرفان لتفاهمات دون صعوبات واستكمال البند المتبقي في ملف الترذيبات الأمنية الجلسة هي الجلسة الترذيبات الأمنية في منطقتين في المنطقتين نحن عندنا قضية واحدة وربما أنه متفرة هي قضية بالدمج متفرة للمراهل والمدة الزمنية بالنسبة للدمج للقوات الحركة الشعبية في المنطقتين الآن نحن استلمنا الورقة استلمنا الورقة مخترحة جديد من الحركة الشعبية شمال جبل سوريا واستلمناهم للأحكومة والطرفين طلبوا الجلس في الورقة برام بدون وجودة الوساطة أصدر والي ولاية البحر الأحمر عبدالله شنقراء أمر طواري بالرفع الجزئي لحركة الطواري بمحلية بور سودان وينص الأمر على رفع حظر التجوال الجزئية من الساعة السادسة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا لانسياب الخدمات الضرورية للمواطنين اعتبارا من يوم غد الأحد ويبقى الحظر التام للسوق الرئيسي والمواصلات ومحطات الخدمات البترولية والمؤسسات الحكومية وأصدر الوالي اليوم السبت قرارا ولئيا بتشكيل لجنة لتقص الحقائق في الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة بور سودان في التاسع من أغسطس الجاري على أن ترفع اللجنة توصياتها للوالي خلال أسبوعين أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي صديق تاور حرص الدول على إيجاد حلول ناجعة للأوضاع الأمنية بولاية البحر الأحمر جاء ذلك خلال لقاه اليوم وفد تنسيقية عمد البني عامر بولاية البحر الأحمر برئاسة العمدة محمود صالح نائب رئيس تنسيقية عمد البني عامر بالولاية وقال العمدة محمود في تصريح الصحفيين اللقاء تناول الأوضاع الراهن بالبلاد خاصة الأحداث الجارية في ولاية البحر الأحمر مشيرا إلى أن اللقاء كان طيبا ومفيدا وأن عضو مجلس السيادة أكد للوفد حرص اهتمام الدولة بمعالجة الأوضاع بالطريقة المثلة وإيجاد الحلول الناجعة لكافة المشكلات التي تواجه الولاية ومواطنها وأضافه العمدة محمود أن الوفد طلب من عضو مجلس السيادة السعي لإنهاء الصراع القبلي بالولاية طرقنا مع أخونا صديق تاور في الحلول المصلة من العقلاء من الطرفين أنه لابد من يكون شنو الناس تصل لرؤية مفصلية وتنهي يعني خطابة الكراهية التي قاعد يأجج الأطراف الذي لها يعني ما لها أي مصلحة فيما يجري وأنه الاقتتال بقى على الأبرياء من دون زم ولذلك رأينا أنه نسعى لحلول ناجعة مع الأطراف المعنية في الأمر مثلت الدورة التدريبية حول صحافة السلام فرصة مناسبة للإعلاميين بولاية القضار في التعرف عن قربة على أحدث التقنيات المستخدم عالميا في عكس الصورة الحقيقية لأشكال النزاع وبالمقابل طرح الحلول والمعالجات حتى يكون للإعلام الدور القائد في تشكيل الرأي العام الإيجابي وصولا لسلام مستدام وتنمية مستدامة في ولاية القضار وفقا لمتطلبات بناء الدولة المدنية فإن السلام يأتي على رأس الأولويات ولا يتأتى ذلك إلا إذا لعب الإعلام دورا إيجابيا وهذا الدور يحتاج للتدريب وبناء قدرات الإعلاميين في دفع عملية السلام كتابة التقارير الصحفية عن السلام بمناطق النزاعات يمكن واحد من المواضيع المهمة في هذه المرحلة المهمة لكن انتهى الليلة اليوم لهذه الدورة التدريبية بالتأكيد المادة المكدمة في التقارير الصحفية عن السلام يمكن كل الإعلاميين الآن محتاجين لثقافة السلام والاحتياج للمفردات التي تعين على نشر ثقافة السلام نحن نتمنى أنه السلام يعم كل المجتمعات في وطننا الحبيب وأن نستفيد كل الإعلاميين على مستوى السودان من هذه الدورة الدورة التدريبية الإسفيرية استوعبت متطلبات المرحلة لبناء ودفع عملية السلام في السودان من خلال ما طرحته من مفردات البرنامج التدريبي بالتأكيد مثل هذه الدورات لها دور كبير جدا في ترسيخ المفاهيم الحقيقية لصحافة السلام التي لا بد من التوعية بها ومعرفتها وتعريف الإعلاميين بها حتى يتسنع لهم القيام بدورهم كاملا في مناطق النزاعات ولخصوصية القبارف بالتأكيد مثل هذه الدورات لها دور كبير جدا في مرحلة مهمة من عمر الوطن ضروري جدا أنه متطرق لمثل هذه القضايا مثل هذه المواضيع ونحن بنعلم جيدا إلى أن الكلمة هي سلاح خطير جدا ممكن تكون يعني كالطلقة ممكن تحدث تأثير كبير جدا لذلك ينبغي علينا كإعلاميين أن ننتغي الاستخدام العبارات التي تدعو إلى السلام تدعو إلى الوحدة تدعو إلى الوفاق الاهتمام الرسمي كان ظاهرا من واقعنا البرنامج يفي بما هو مخطط له خاصة في المناطق التي شهدت نزاعات أهلية وكلنا نحن إن شاء الله على استعداد لتحقيقنا شعار صورتنا صورة ديسمبر على سن عندنا إعلام معافى إعلام يساهم في حلق ضايانا وكلنا الآن نحن محتاجين لكيف نتعامل مع صغافة السلام وفوق كل هذا يبقى تدريب المفتاح الأول والأهم لقيادة رأي عام يسهم في عملية إحلال واستدامة السلام محمد الفاتح الشروق ولاة اليضارف نظم مفصول اليونميد اعتصام مفتوحا أمام مقر البعثة بالفاشر لمطالبة بحقوقهم المستحقة على يونميد منذ العام 2015 المتمثلة في الأجر الإضافي والبديل الليلي وتعويض الفصل التعسفي وطلب المعتصم رئيس الوزراء ووزارة الخارجية ووالي الولاي بالتدخل لمخاطبة الأمم المتحدة وإدارة البعثة لمعالجة قضيتهم وأوضح ممثل المعتصمين حافظ أبيض إن لجوءهم للاحتصام السياسي بعد أن قفلت أمامهم كل السبل وأبان أن المفصولين جاءوا من كل أنحاء السوداء للمشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية التي لن تنتهي إلا بالإيفاء بحقوقهم مشيرا إلى تعويل مع الحكومة المدنية في دعم حقوقهم المشروعة المطالبة بالحقوق التي تسلبت من 2008 إلى حد 2015 ومن 2007 أو في البعض من 2007 إلى حد 2015 تم التخفيض بالنسبة لنا ظللنا نتابع من داخل من داخل البعثة بحقوق معروفة ومشروعة بالنسبة لها حتى البعثة عالمة به اللي هو الأوبر تايم والنايت ديفرينشل والميشن كنتربيوشن والآي سي كونتورات لمدة 19 شهر لبعض أخواننا والعطل والإضرار حق الفصل التعسفي اللي هو تم كان التخفيض من المفترض يتم في شهر 6-2016 تم في 12-2015 اكتاح فيضان النيل الأزرق بولاية سنار مساحات واسعة على ضفتين نيل وأخلف أضرارا كبيرة في القطاع السكني والزراعي والبستاني حيث تضرت عشرات القرى والأحياء الواقع بالقرب من مرمى النيل الأزرق وغمرت مياه الفيضان أحياء كاملة ببعض القرى بمحلية أبو حجار والسوكي والسنجة بجانب تأثر مرافق خدمية وانقطاع قرى ومدن شرق ولاية السننار بسبب غمر مياه الفيضان للطرق خاصة طريق كبري السنجة الذي يمثل أهم الطرق التي تربطه شرق الولاية بغربها وقال والي الولاية المحي محمد سليمان خلال تفاقده للقرى والطرق المتأثرة بالفيضان ان حجم الأضرار كبير وان لجنة الطوارئ الخريف تعمل على معالجة مناطق الهشاشة في الجسور الواقية للمدن والقرى والبساتين لتقليل حجم الأضرار كل المنازل التي اتعرضت للغرق انه يفعلوا الخطة الاسكانية يرحلون فورا للمناطق الحددواليون يستلموا كل دول قطعته فردي ووجهنا انه الحكومة غير مزؤولة عن المنازل القديمة اللي بتغرق فكل دول قطعته ارحل في قطعته واي مضر كلفنا اللي هو محلية ابو حجار بانه يحصروا لنا حصر كامل كل المتضررين عشان ينالوا حقهم في الخطة الاسكانية ونبتعد من مناطق الهشاشة والخطورة لان الخريف والفيضاء معروف بيحدث سنويا فما دارين كل سنة تحدثينا نفس المشاكل والأزمات فدارين حلول جزرية لهذه المشاكل الى ذلك قال وزير البنى التحتية والتخطيط العمراني رئيس لجنة طوارئ الخريف بسنار طارق سعيد ان ارتفاع مناصيب النير الازرق في الحباس العليا بالدمازين الاسبوع الماضي ادت لزيادة كميات المياه الواردة مما ادى الى الفيضان هذا الفيضان في هذا العام فيضان غير مسبوق المياه كثيرة جدا حتى انها علت الاسفل المؤدي الى الكبري كانت تحدث في السابق بصورة طفيفة الان حدثت بصورة كبيرة جدا ادت الى قضع الشارع نهائيا بسبب غزارة المياه وقوة التيار اضافة الى انجراف جزئي للطريق نحن وقفنا الحركة بالطريق لخطورته والان نعمل على ايجاد وسائل نقل نهري للمواطنين للعبور للضفة الاخرى اكد رئيس مجلس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك ان حكومة الفترة الانتقالية تسعى لتوفير تعليم مجاني ومنصف وشامل للجميع ذلك بحلو العام 2030 وقال خلال حديثه في مؤتمر ثورة ديسمبر للنهوض بالتعليم الذي يؤقد بجامعة الخرطوم قال ان المؤتمر يشكل ضربة البداية الحقيقية لرسم مستقبل جديد للسودان دعية للمشاركة الاجتماعية في صياغة السياسات التعليمية كمرتكز اساسي لهذا المؤتمر وقال ان حكومة الفترة الانتقالية قالت على نفسها ان تولي التعليم اقصى درجات الاهتمام حيث انها خصصت نسبة كبيرة لدعم التعليم في ميزانية العام 2020 ولضمان تقديم الخدمات وتطويرها في وقت واحد واكد حمدوك اهتمامه بشكل خاص بزيادة مرتبات المعلمين العاملين بالدولة والتي تعتبر حقا مستحقة واشار لسعي الحكومة لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في السودان واضاف ان اصلاح النظام التعليمي بالسودان يسهم بشكل مفصلي في مخاطبة جذور مشاكل التنمية غير العادلة تفقدت حكومة ولاية غرب دارفور الاحوال العام بمستشفى الجنين التعليمي حيث استمع والي الولاية محمد عبدالله الدومة لتنوير مفصل حول الاقسام والسعى السريرية للمستشفى والكادر الصحي العامل ومعويقات الادا واكد الوالي حرص حكومة على تطوير المستشفى خاصة وانه اصبح يعمل وفق الطاقة مع تزايد الكثافة السكانية او يعمل فوق الطاقة مع تزايد الكثافة السكانية بتقديم خدمات للمرضى من كل محليات المواطنين معلنا وقوف حكومته مع ادارة مستشفى الجنين التعليمية لمعالجة كافة المشكلات وجدنا الاحوال منذ الستينات لم تتغير كثيرا واذا كان استمرت الاحوال بهذا الشكل فان المستشفى سينهار لا قريبا جدا فلذلك احنا هنناقش المسائل على المستوى الاقليمي ومع المستوى المركز وان شاء الله المشاكل اللي عرضوها لنا هتحل قريبا ومستشفى المشكلة الاساسية انها يعني قديمة قديمة ومن ناحية الصحية تعاني هذه المستشفى ذات ويعاني من ناحية الصحية مسألة بتاعت نظافة مكانيات معدومة فلذلك احنا التزمنا ان شاء الله معهم هنحل المشاكل بإذن الله عرض المسائل الإخباري متواصل وتتابعنا في بعض الفاصل وزارة التجارة تشكل لجنة لمراجعة السجلات المصدرين والمستوردين اشتركوا في القناة مرحبا بكم مجددا اخبار العالم نستهلها من ايران حيث قال الرئيس الايراني حسن روحاني ان الامارات ارتكبت خطأا كبيرا بالاتفاق وتطبيع العلاقات مع اسرائيل منددا بشدة بما وصفه بانه خيانا للمسلمين والشعب الفلسطيني ولا القدس وحذر الروحاني في كلمة بثة تلفزيون اليوم حذر الامارات من فتح ابواب المنطقة لدخول الكيان الصهيوني وقال ان الاتفاق هدف على ما يبدو لضمان فول ترامب بفترة ثانية في انتخابات الرئاسة الامريكية التي تجرى في نوفمبر القادم قال المستشار الاعلامي لملك البحرين على تويتر اليوم السبت قال ان رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان الخليفة غادر المملكة في زيارة خاصة للخالج ويشغل الشيخ خليفة منصب رئيس الوزراء منذ ان اعلنت المملكة الاستقلال عن بريطانيا عام 1971 وقد انضى خلال هذا العام وقتا في المانيا للعلاج من مرض لم يتم الكشف عنه وعاد الى البحرين في مارس دعا المبوث الامريكي ديفيد هيل اليوم السبت الى اجراء تحقيق شامل وشفاف وموثوق به في الانفجار الذي وقع في مرفع بيروت هذا الشهر وعود بحياة 172 شخصا واصاب 6000 آخرين وقال هيل لا يمكن العودة لعصر كان يحدث فيه اي شيء على المرفع او على حدود لبنان مما اسهم في هذا الوضع وعصف الانجاز في مرفع بيروت بالحكومة وعصف الانفجار في مرفع بيروت بالحكومة اللبنانية بعد سلسلة من الانتقادات من قبل الشارع اللبناني قال وزير خارجية مايك بومبيو اليوم السبت ان الولايات المتحدة الامريكية تبحث مع الاتحاد الاوروبي الموقف في روسيا البيضاء بعد الانتخابات المتنازع عليها التي جرت يوم الاحد وما اعقب من حملة صاربة على المحتجين وقال بومبيو في وارسو اخر محط في جولته بوسط اوروبا ان واشنطن تتابع الموقف في روسيا البيضاء واشتبكت قوات الامن مع محتجين في مينسك ومدن اخرى في الايام الماضية بعد اعلان الرئيس اليكزاندر لوكاشينكو اعادة انتخابه بفوزه بنتيجة ساحقة في انتخابات الاحدى الماضيين في الاخبار الاقتصادية اصدر وكيل وزارة التجارة محمد علي عبدالله قرارا بتشكيل لجنة لمراجعة سجلات المصدرين والمستوردين للفتر من 2016 الى 2020 وذلك في اطار مراجعة سجلات المصدرين والمستوردين واستكمال قواعد البيانات وتمثلت مهام وصلاحية اللجنة في حصر وتصنيف السجلات ومراجعتها للتأكد من سلامة استصدارها بفق الاسس والضوابط المعمول بها اضافة للتأكد من ان مع سداد الالتزامات الاخرى من الضرائب والزكاك شرط من شروط تجديد السجلات التجارية حذرت ادارة مكافحة الجراد الاتحادية من موجة جراد تستهدف تسع ولايات من بينها شمال دارفور وذلك ضمن موجة التكاثر الصيفية والشتوية وعوضح مدير ادارة مكافحة الجراد محجوب موسى خلال الورشة التدريبية لمنسوبها من ولايات دارفور الخمس اوضح ان هناك انفجار للجراد وفورة غير مسبوقة في تكاثر الجراد التي وصلت الى سلطنة عمان اليمن وهاجمت القرن الافريقي وصلت الى كينيا وتنزاني ويغندا موضحا ان التحذيرات منظمة الفاو اشارت الى ان وجهته النهائية ستكون السودام ما يستدعي الاستعداد المبكر هذه الدورة تتميز ان الدورات السابقة لانه حصل انفجار وفورة الجراد فورة غير مسبوقة في القرن الافريقي الجراد لو لاحظتم من 2019 نتيجة للعاصير التي حصلت في شفحة الجزيرة العربية وصفة ندعومان هذه العاصير خلقت ظروف مواد لتكاسر وتضاعف اعداد الجراد ونتيجة اللي ضعف وعمليات المكافحة لبعض الدول المهمة لك زي اليمن والصومان اتت هذه الظروف الى تكاسر اعداد الجراد وتكويل التشيات ومثم غورات وهاجرت وهاجمت مناطق القرن الافريقي من جانبه قال امين عن حكومة ولاية شمال دارفور محمد ابراهيم عبدالكريم من القطاع الزراعي يعاني من مشكلات تسعى الولاية لتدليلها ووعد بتوفير وسائل حركية لادارة مكافحة الجراد نتكلم نتكلم بوضوح اصلا دي رسالة وما بيخافي نقولها وكلكم حقه تمشي بنفس الفهم انه انحنا لازم نقلب الآية نقلب الصفحة انه الامكانيات الموجودة الان في اجهزتنا النظامية تحول للزراعة وتحول لوغاية النباتات بالزل لانه احنا لوما وغينا النباتات من الافات الكارثة جيشنا بجوع الجيش الهسدة بجوع انحنا في الحكومة كحكام من جوع المواطن بجوع صح انا مصح دي افتنا الان انحنا المفترض كلنا نتحت ونغاتل من اجلها انه نقدر نوطن لعمل المكافحة قال والي ولاية الجزيرة عبدالله ادريس اكد توحيد الجهود لنهضة مشروع الجزيرة والارتقاء بمزارع الجزيرة او بمزارع الجزيرة واشار لدى لقائه وفد من اعضاء تجمع مزارعي الجزيرة والمناجل اهمية استصحاب اراء كل تكونات المزارعين فيما يتعلق بالقوانين التي تحكم العمل الزراعي داعيا لتكوين لجنة تضم كل مكونات المزارعين داخل المشروع للوصول لرؤية مشتركة لمعالجة كافة قضايا المشروع القانونية والادارية والسبل الكفيلة بنهضة مشروع الجزيرة وقد عبر وفد تجمع المزارعين عن شهادتهم بتفهم الوالي لطرح التجمع واكدوا الاستعداد لتقديم كل الرؤى التي تساعد في تحقيق متطلبات المرحلة تجاه توحيد صفوف المزارعين للاطلاع بأدوارهم الريادية في دعم الاقتصاد الوطني وتأمين الغذاء لأهل السودان في أخبار الرياضة شكت أندية من خسائر تكبدتها في سبيل الاعداد لاستناف الموسم الرياضي وقالت دارة ممثل كسلة في كأس السودان نادي الفلاح انهم تفاجئوا بالقرار بعد انتظموا في معسكر مقفول بالخرطوم استعدادا لمباراة ما التي كان محدد لها بعد غد الاثنين وكان اتحاد الكرة قرر استناف النشاط الرياضي على مستوى بطولتي كأس السودان والدور الممتاز لكرة القدم لكنه عاد وعلق البرمجة بعد قرار اللجنة العليا للطوارئ الصحية باستمرار تعليق النشاط الرياضي في السودان بسبب جائحة كورونا مع وصولنا الى منطقة الخرطوم استضمنا بالخبر انه تعليق الرياضة لوقت غير محدود وغير محدد يعني جينا هنا يعني لما نستضمنا هذا الخبر او هذا الاعلان العنان من اللي يتحمل هذه العرباء التي او التكاليف جينا من ولاية كسلة ادعمنا شباب الرياضة بمدينة كسلة اتحاد محلية ولاية كسلة وجميع جماهير ومحبي نادي الفلاح العريق بجماهير الزواغة للقرى كل هذه الجماهير استضمت انتهى عرض المسائل الاخباري قدمناه من قناة الشروق ختاما نذكر بابرز العناوين السودان مصر اتفقان على تعزيز التعاون الثنائي في عدة مجالات مصر مصر بابر الفاتيكان يدعو لعدم الانزلاق الى صراع مسلح بسبب الخلاف حول سد النهض الاتيوبي ووفد الحكومة السودانية لمفاوضات جوبا يتسلم واخترح الحركة الشعبية حول دمج القوات شكرا لمتابعتكم تحياتي وفريق العمل الى اللقاء اشتركوا في القناة